أكد المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة العميد يحيى رسول أن التحركات العسكرية الراهنة في تلعفر تندرج في إطار الاستعدادات للمعركة وقال رسول أن القوات المشتركة في انتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة بإعلان ساعة الصفر لكنها تشن ضربات استنزافية وتجربية لقدرات تنظيم داعش الإرهابي عبر استهداف مواقع تابعة له تصريحات رسول تأتي بعدما أعلنت وزارة الدفاع العراقية بدء الهجوم الجوي على تلعفر صباح اليوم